السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسألة مركبة من كذا مسألة في بعض يعني ايه؟ اول حاجة احنا اتفاننا ان يصلوا على استخدامهم في حالة ان الجسم بيمشي بـ Uniform Acceleration يعني في حالة ان الجسم بيمشي بسرعة سرعة متغيرة او Uniform Acceleration هي بيحصل عملية تصارق او عملية تباطئ تمام دي اول حاجة عرفناها اذا هم لا يصلحوا في حالة الجسم اللي بيمشي بسرعة سبتة يبقى الـ Uniform Acceleration او في حالة الجسم اللي بيمشي بسرعة متغيرة طيب انا اقدر اوصف الاجسام او حركة الاجسام او جسم المتحرك اوصف حركته لثلاث انواع لاما Increasing velocity سرعة متغيرة تصارع Conistant velocity لاما Decreasing velocity يعني انا اقدر استخدم الـ Uniform Acceleration في كل منطقة من دول لوحدها يعني انا لو هحل مسألة لقي الجسم سرعيته زادت بعد كده سرعيته سبتت بعد كده سرعيته قلت بعد كده زادت تاني يبقى انا لما اجي استخدم equations of motions ماينفعش اطبقها على كل الحالات دي في نفس الوقت لا انا باخد كل حالة لوحدها بادرسها لوحدها يعني هادرس اللي بيحصل في الجزء الاولاني لوحده بعد كده هادرس الجزء وسرعيته سبتة لوحدها وبعد كده هادرس الجزء وسرعيته بتتغير لوحدها فبالتالي بقول equations of motions بنستخدمها عشان periods معينة يعني مناطق معينة من الزمن فبنستخدمها لو الجسم سرعيته زادت دي بناعتبارها مسألة لوحدها ولو سرعيته سبتت مسألة لوحدها ولو سرعيته قلت مسألة لوحدها ماينفعش اجيب equations of motions احل بيهم مسألة كاملة النهاردة عايزين نشوف نوعية من المسائل دي ويلا نبدأ مع بعض نقول مثلا if an object moves with uniform velocity اللي انا عندي جسم ابتدأ يتحرك بيني 4 velocity اللي هي كام 4 meter per second 4 8 seconds لمدة 8 سوية 然後 نقائζ ثانيا 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 mês meter per second square for 6 seconds. Then, find a total displacement during all journey. يعني ايه الكلام ده? بيقول لي ان انا عندي جسم مشي بسرعة ثابتة مقدار السرعة الثابتة دي 4 meter per second. بسرعة الثابتة اللي كان ماشي بيها اللي كانت 4 meter per second for 8 seconds. لمدة 8 ثواني. الجسم ده كان ماشي بسرعة ثابتة اللي هي 4 meter per second for 8 seconds. لمدة 8 ثواني. بعد كده it's velocity increases by rate 4 meter per second square for 6 seconds. بعد كده سرعية تبتدي تزيد بمقدار 4 meter per second square لمدة 6 ثواني. عايز تحسب. total displacement during all of this journey. فالسؤال اللي هنا لو احنا ركزنا فيه هنلاقي ان هنا الجسم مر بمرحلتين. ازاي? اول مرحلة تعالوا نشوف مع بعض كده. يبقى دي مسألتين مش مسألة واحدة. تعالوا ندخيلها كجراف. انا محب المسألة دي ارسمها جراف لما الجسم بيمر باكتر من مرحلة. اول مرحلة الجسم كان ماشي بسرعة سبتة. السرعة اللي كان بادي بها هي 4 meter per second. جسم سرعته كانت سبتة هي. 4 meter per second. وبعد كده الكلام ده استغرت معاه. ثمان ثواني. يا لقيت الجسم ده سرعته كانت فول متر per second. بس المدة ايه؟ ثمان ثواني. بعد كده لقينا سرعة الجسم ده بتدت ايه؟ تزيد. قعدت تزيد لمدة ايه بقى عزيزي الطلاب. قعدت تزيد لمدة 6 ثواني كمان. يعني هنقول كانت مرت 14 ثانية. هنقول هنا مرت 14 ثانية. انا هقدر اقول ان في الجزء الاول الزمن اللي استغرقه الجسم هي 8 ثواني. بينما في الجزء التاني من حركة الجسم الزمن كان استغرق 6 ثواني. وهنا كان بيتحرك باكسليريشن يعني سرعة عملة تزيد بمقدار 4 متر per second square. يبقى دول مش مسألة واحدة عزيزي الطلاب. دول مسألتين. اول مسألة اللي هي من بوينت ايه لغاية بوينت بي لما الجسم كان ماشي بسرعة ثابتة. وتاني مسألة لما كان ماشي من بي لسي لما سرعته متغير ايب. انا لازم احلهم كأنهم مسألتين. في الجزء الاول كان الجسم ماشي بسرعة ثابتة. اذا ما ينفعش استخدم الاكويشنز اوف موشنز. بينما في الجزء التاني من المسألة اللي هو البي سي الجسم كان سرعته ابتدت تزيد. اذا في البي سي اقدر استخدم الاكويشنز اوف موشنز. يبقى منك كده تاني الاي بي ما ينفعش استخدم الاكويشنز اوف موشنز. لانه سرعة الجسم ثابتة بينما في الجزء بي سي ينفع عادة استخدمها لانه سرعة الجسم ابتدت ايه تزيد. طب هاحلها ازاي اعزائي الطلاب. يلا كده نبص مع بعض هنحلها ازاي. ديبقى انا هادرس كل بيريود وفي تايم لوحدها. فاول جزء هبتدى ادريسه او هحل فيه هو ال 8 ساكنز. اول 8 ثواني. هنقول له في اول 8 ثواني الجسم ده كماشي بيونيفورم بلوستي يعني يعني كماشي بسرعة ثابت. السرعة الثابت دي مقدارها كام? 4 ميتر بير ساكند. او نكتب الجيفنز اللي عندي في اول 8 ثواني. اول 8 ثواني كمعية انه سرعة الجسم. بفور. ميتر بير ساكند كمعية ان الطايم بي. 8 ساكندس طبعا وكمعية ان الاكسليريشن بزيرو. ما هو بيقول لك ماشي بيونيفورم بلوستي. اذا في اول 8 ثواني معي البلوستي معي الطايم معي الاكسليريشن بزيرو لانه مش بسرعة ثابتة. طالما انت معاك كل دول عزيز الطالب تقدر تقول لي دلوقتي ان انت الاكسليريشن بزيرو يبقى انا هنا ما ينفعش استخدم الاكسليريشن لانه سرعة الجسم سابتة. طب هجيب الديستانس ازاي? عن طريق البلوستي تايمز الطايم. خليها فور تايمز ايد. خليها نقول سيرتي تو ميتر. يبقى انت خلصتلي الجزء الاولاني من المعادلة. يبقى انت كده جبتلي الديستانس بس في المنطقة اي بي. طب بالنسبة للست ثواني التانيين كان معي ايه? اه هنا بقى نقدر نقول لا معي حاجات كتير. اول حاجة معي البي انيشل السرعة اللي ابتدى بيها كانت فور. معي البي انيشل هي اول سرعة كنماشي بيها سرعة اربعة وبعد كده فجأة سرعته ابتدى تزيد. ازا معاك البي انيشل بفور. معاك الاكسلريشن بفور ميتر في السكند سكوير. معاك التيم كان ست سواني. طبعا معي كل ده. اقدر اجيب هنا الديستانس اقول لك اه هنا بقى انت هنا ماشي بسرعة متغيرة يعني يبقى انت لو هجيب الديستانس ينفع تستخدم الاكويشنز اوف موشنز. ازاي تستخدم الاكويشنز اوف موشنز. هنقول في美元 اوف موشنز اوف موشن اوف موشن عليها Wiz has x 6 أزعج بروحة الزجاج بروحة أخرى سوف يديني 2 بلس 6 بلس 96 وهنقول متر يبقى عزيزي الطالب انا قدرت احسب الدستانس في الجزئية اللي فوق وقدرت احسب الدستانس في الجزئية اللي تحت لان اعتبرتها مسألتين لان قلنا في كل مرحلة منهم الجسم كان مختلفة في الجزء الاولاني كان صنعته ثابتة بينما في الجزء الثاني سرعته بتزيد اذا في الجزء الاولاني ماينفعش استخدم الـ equations of motions او عند الـ acceleration بـ zero بينما في الجزء الثاني ينفع استخدم الـ equations of motions بشكل سهل جدا لان الجسم سرعته بتزيد اذا انا حليت ده الواحدة كأنها مسألة وده الواحدة كأنها مسألة تانية لان سلوك الجسم في الفترتين دول مختلف يبقى دي منقول عبارة عن compound problem او مسألة مترجبة يعني مسألة بتكون من كده مسألة في بعض انا بحل كل مسألة لوحدها وفي الاخر اجي جمعهم لان بيكون ما بينهم رابط ان السرعة اللي انت كنت ماشي بيها تعتبر في الجزء الثاني انيشيا لبقى دي بنقول عليها مسألة مرتبطة او compound problem ومعبارة عن كده مسألة وانا بلجأ ان انا افك كل مسألة عن التانية تعالوا ناخد compound problem تانية ونحاول نحلها بس فيها شغل اكتر من دي شوية بس هي مسائل سهلة انت بتعتبرهم مسائل مختلفة وتبتدي تحل كل مسألة بعيد عن المسألة التانية يبقى النهاردة بنتكلم على نوع جديد من المسائل هو compound problem او المسائل المترجبة تعالوا نشوف المسألة دي او بيقول لي ان فيه جسم بيبتدي يتحرك ما بين اثنين light bulbs واحدة اسمها ايه وفيه lamp post هنا اسمها بيه يعني فيه شخص ابتدي يتحرك من عند الايه رايح لبيه ال distance ما بين الاثنين بوست دول كانت 20 20 متر المسافة المبينة عمودين النور دي 20 متر طب ايه اللي بيقولهولي بيقول لي زمان start motion from rest بيقول لي الجسم ده بتدى حركته من عند lamp a from rest يعني بتدى يتحرك من عند lamp a from the rest with acceleration with acceleration الجسم ده مع بداية حركته كان بيبتدى يتحرك بacceleration يعني سرعاته بتادي تزيد مقدارها 0.5 متر 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 سكوير متر 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 طب هو عايزي بقى هو عايزي أعزاء طلاب هنا بيقول لي أنا عايز منك find total time to reach lamp b to reaches to reach لام بي بي عايزة total time للتغراكه الجسم عشان يوصل للم بي بي طب هنا برضه هنقول دي مسألة compound problem لان في الاول كان بيتحرك باكسلريشن وبعد كده الاكسلريشن ابتدت ايه تتغير نحن لو تخيلنا حللنا حركة الجسم هنقول ان هناك مسافة اسمها دي المسافة دي تفضل ماشي بيها بسرعة تزيد وبعد كده في المسافة التانية هنسميها 20-D هفتدى يتحرك بسرعة سبتة يعني هنقول point A لغاية C من point A لغاية مسافة مجهولة اسمها C فضلت سرعته تزيد وبعد كده من C لغاية B فضل ماشي بسرعة سبتة انا همسك المسألة عندي وقسمها الاثنين اول حاجة AB ال distance اللي مشيها AB في ال distance اللي مشيها AB كان ماشي بسرعة بتزيد بينما في ال distance اللي مشيها BC او CB هنا سرعته كانت سبتة فتعالوا نشوف مع بعض ايه المعلومات اللي عندي عند point AB بيقول لي he start motion from wrist يعني ال V initial اللي كان بديره عند point AB الجسم ابتدى سرعته from wrist تاني حاجة بيقول لي and he moves with acceleration 0.5 meter per second square till its velocity reaches 2 يعني فدل يسرع يسرع وغاية مصرعيت وصلت 2 meter per second وابتدى ما يسرعش اكتر من كده ابتدى يمشي بسرعة سبتة عايز time بقى في الرحلة كلها يعني AB والBC احنا قلنا بنتعامل مع AB كأنها مسألة وبنتعامل مع BC كأنها مسألة تانية لان في AB كان بيمشي بيونيفورم acceleration بسرعة متزايدة بينما في ال BC كانت الجسم وسرعته ثابتة فبالتالي دي مسألة تتحل بشكل ودي مسألة تتحل بشكل تاني طب تعالوا نشوف كده اعزائي الطلاب بالنسبة لل AB لو عايز احسب time يبقى مقصديش غير قانون V final minus V initial على acceleration يعني هقول ايه هقول 2 minus 0 0 0 3 0 0 2 0 0 يبقى انا الطايم اللي اخده من ال a ل b كانت اربع سوين يبقى الطايم from a to b for seconds طيب كده حسبتله الطايم اللي هو عايزه في الجزء a c طب يا طرى في ال a c قطع distance add a طب ما تيجي نحسبها v i t plus have a t square ال v initial يبقى الجزء الاولاني من معادلة بسفر have the acceleration يعني have the acceleration by have هنقول لي the acceleration by have وفي have و time اللي هو 4 square time كان 4 square distance اللي اطاحها have time 16 اللي هي 4 meter يبقى هو عشان يمشي من ال a لل c استهلك time مقدره اربع سوين وقطع مسافة قد ايه اضع مسافة مقدرها اربعة متر اللي هي half time is the acceleration و time is the time 16 times 1 over 4 يديني 4 تعالوا عند ال b c ال b c انا معي v equal to هنا بقى مفيش v initial و v final هنا بقى مفيش v initial و v final هنا بقى مفيش v initial و v final هنا الجسم سرعيته ثابتة مقصديش غير قانون distance و time و time هو distance على ال velocity و احد يقول لي عارف و احد يقولي عشرين احنا اتفقنا ان e c قطع اربعة متر يبقى من السيلب بي اول باقي بتوع الاشري اللي هي تونتي مينوس دي اللي هي سكستين ميتر يعني انا اقول سكستين ديفايد الفلوست اللي هي بتو يديني ايت ساكنس انا حسبت الطايم في الجزء التاني من المسألة يبقى دي بنقول عليها او مسألة مشتركة يعني هي مسألة مش مسألة واحدة لا ده هي عبرها عن ميكس بان كزا مسألة مدخلينهم مع بعض عشان نعرف نشتغل فيها يبقى بنقول انا حسبت الطايم فبقول لو عايز احسب بقى التوتال طايم هقول الطايم اللي انا اخدته عشان همش من الاي للسي ده الطايم اللي انا اخدته من السيلب بي يعني هقول ايه فور بلاس ايت اللو يديكي عزيزي الطالب او عزيزي الطالبة هيديني تويلف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعانا اتصال تليفوني شايماء اهلا بيك يا شايماء اهلا بيك يا شايماء عاملة ايه الحمد لله منورانا باتصالك اه باتصالك عني توالي مش قولي يا شايماء يقولي متجهان ايه وبي فايزا كانت متجهان ايه وبي اه تمام فايزا كانت كيمة المستجه ايه دعا في كيمة المستجه ديه تمام وكان حصل الضرب الاتجاهي لهم اه ثلاثتاشر وخمسة من عسرة الضرب الاتجاهي مم يساوي كم ثلاثتاشر وخمسة من عسرة ثلاثتاشر ونص يعني صح مم تمام وحصل الضرب الاتجاهي لهم تمام اربعة ونص جزر ثلاثة اربعة ونص جزر ثلاثة يعني كده زي ما نكتبها اربعة ونص جزر ثلاثة زي ما اننا كتبها اربعة ونص جزر ثلاثة متأكدها من الارکام دي تمام ايه تقول لي احسب كيمة المستجه ايه احسب كيمة المستجه الاولاني والتاني الايه طيب تعالوا نشوف نشوف مع بعض هنحلها ازاي ايه هو هنحلها ازاي هو قال لي انه قيمة ايه بتساوي ايه? يعني انا نقول ايه بتساوي اتنين بي مسلا. وبيقول لي ان حصل ضربهم الاتجاه تلاتاشر ونص وحصل ضربهم القياسي اربعة ونص جزر تلاتة. طب يعني تعالي نكتبها كده مع بعض ونحلها. انا بقول ايه? ضرب اتجاه او بي هيديني تلاتةاشر ونص. صح كده? تمام. طب دي تتفك ازاي? ايه? مضروبة في البي مضروبة في ساين الزاوية. ايه. تلاتةاشر ونص. طب ما احنا عندنا الايه بتنين بي. يعني انا انا قدر اقول اتنين بي سكوير صاين الزاوية يساوي كام? تلاتةاشر ونص. واروح اقول دي معادلة واحد. طيب ايه كروز بي? ايه دوت بي بقى? اللي هو حصل الضرب القياسي بيساوي كام? كوزاين الزاوية. ايوة هيساوي ايه? اربعة ونص جذر تلاتة. طيب يعني برضو الايه بتنين بي? فاقول اتنين بي سكوير. كوزاين الزاوية بيساوي اربعة ونص جذر ايه? صح كده ولا لأ? ايه. فهمت المعادلة دي جات منين دي جات منين? اه. لو انا قسمتهم على بعد هيدديني ايه يا شايماء? اللي اتنين بي هتروح مع اللي اتنين بي تربيع. ويفضل لي صاين. صاين على كوزاين? صاين على كوزاين يساوي تلاتةاشر ونص على? الاربعة ونص جذر تلاتة. صاين على كوزاين يديك ايه? تان. تان تان سيتا. يبقى تان سيتا بتساوي ايه? بتساوي المقابل على المقابل. اللي ايه تلاتةاشر ونص? على اربعة ونص جذر تلاتاشر ونص. مقسومة على اربعة ونص جذر. تلاتة. اعمل بقى الكلام ده هيطلع شفت تان. هيطلع للزاوية. يبقى انت لو قسمت ده على ده هيديكي ايه? الزاوية. فهم ازاي? طب ما لو طلع للزاوية اعمل ايه? اعمل ايه كده يا شايماء? ايه لو طلع للزاوية? اولا الزاوية هنا هتطلع عندي بستين. اعم. صح? ايه. اجي اعوض في المعادلة الاولى. اتنين بي تربيع في ساين ستين يساوي ايه? كده بقى عندي المعادلة دي في ايه مين المجهول? اللي هي ايه بي? اتنين بي تربيع. يعني انت لو عايزة تحسب البي هتقولي ان البي تربيع بتساوي تلتاشر ونص على اتنين مضروبة في ساين ستين. انت كده بتحسب البي هتقولي البي هي عبارة عن ايه? جز وتبعاتيها بجزر بقى اللي هي تلتاشر ونص على اتنين في ساين كام? في ساين سيتا اللي هي بستين. هتطلع البي تقريبا باتنين وتمانية من عشرة متر. او بقى مهما تكون واحد القياسة. جبت البي اقدر اجيب الايه? اه هتضاب البتاح. تمام يا شايماء شكرا على المسألة دي. شكرا شكرا شرفتين يا شايماء باتصالك. ونتمنى دايما ان اتصالاتكم ومتبعاتكم لينا اعزاء الطلاب. طيب هي مسألة كويسة جدا بتعتمد على بس انك تقسم المعادلتين. عشان توصل لتاني الزاوية وصلت لتاني الزاوية تقدر تكمل حل المسألة عادي مفاش اي مشاكل. يبقى احنا نرجع تاني لموضوعنا وقلنا ان فيه نوع من المسائل اسمه compound problems او مسائل دايما بنقول بنقول مسائل مركبة يعني هي ما بتبقاش مسألة واحدة هي مجموعة مسائل متوصلة ببعض. فنبتدي نحل كل جزء منها الواحدة. تاني مسائل عايزين نتكلم عنها المسألة اللي في الاول اللي كان طالب مني لما جيت حلتها معاكم كانت مسألة بسيطة جدا وان انا حسبت المسافة وهو ماشي بسرعة سبتها لوحدها والمسافة وهو ماشي بسرعة متغيرة لوحدها بس احنا قلنا واكدنا ان انا لو لقيت ما بين يبقى اكيد السلوب اللي عندي هو والارية اللي تحت الجراف دي هي لو انا قدرت اجيب الارية اللي تحت الجراف يبقى انا كده اقدرت اجيب فتعالوا نرجع للتلات معادلات بتوعنا. في ايكول في اي بلاس اي تي. دي المعادل رقم اتنين. في اف تربيع ايكول في اي تربيع بلاس اتنين اي دي. كل مسألة من دول ليهم رسم بياني خاص بيها. ناخد بالنا ان مثلا في الاولى الرسم البياني بتاعنا هيبقى عامل كده مثلا. هو رسم ما بين سواء بقى بادي من السفر او بادي من فوق فاحنا بنتكلم هو رسم ما بين السرعة والزمن. لو بادي من السفر معنى كده ان البي انيشال او السرعة الستارتنج بزيرو اما لو مش بادي من السفر يبقى البي انيشال ليه اقيمة معينة مقدرش افترضها واهملها بزيرو. قلنا جرافل الفلوستي تايم ده جراف مهم جدا. قلنا ليه الجراف ده مهم. لان انا قلتلك لو انت اقدرت تحسب السلوب بتاع الجراف ده. السلوب هنا بيمثل الاكسلريشن. اما لو انا حابب احسب الاريا اللي تحت الجراف ده يبقى انت حسب تدس بلاس. يعني لو قدرت احسب الاريا دي. يبقى انا حسبت الايه? الديس بلاسمنت. وده اول جراف عندنا مهم لازم نعرفه. الجراف اللي ما بين الفلوستي تايم. يبقى انت لو حسبت السلوب حسب تلي الاكسلريشن ولو حسبت الاريا حسب تلي الديس بلاسمنت. طب لو لقيت جراف ما بين الديستانس بس مش الطايم. الديستانس والتايم سكوير بالشكل ده. احنا قلنا لو لقيت جراف ما بين الديس بلاسمنت وطايم يبقى السلوب هو الفلوستي. لو لقيت جراف تاني ما بين الديس بلاسمنت وطايم يبقى السلوب بتاع ساعة هي اقول السلوب هنا مش الفيلوستيق ومال السلوب هنا ايه السلوب هنا لو عايز احسيبه هو الـ dis placement على الـ time square الـ displacement على الـ time square وناخد بالنا أن الـ v initial بـ 0 يعني الجزء الاولاني من المعادلة ده مش موجود يعني الساعة بنقول الـ displacement بتسوي have a t square يبقى لما اقسم الـ displacement على T-square يبقى السلوب اللي انا حسبته هنا هو have acceleration. يبقى فيه فرق بين graph distance time و graph distance time square. graph distance time square ولو لقيته بادي من origin يعني بادي من عند zero معنى ان هو بادي من zero ان الجسم ده بتدى يتحرك من الرست. وطالما الجسم ده بتدى يتحرك من الرست يبقى ايه بادي من zero يبقى المقانون هيبقى distance او displacement بتساوي have acceleration في time square. فلما نلاقي graph ما بين distance time square يبقى السلوب هو distance time square يعني السلوب هنا هو have a يعني السلوب اللي انا هسيبه ده مش acceleration. المال ده ايه ده have acceleration. تالت graph عندنا هو ما بين velocity with distance او velocity square with displacement او بالشكل ده. ممكن يبقى بادي من origin وممكن ما يبقاش بادي من origin. اذا كان بادي من origin يعني الفي انشال بزيرو لو انا لقيت الجراف ده بادي من origin يبقى معنى كده ان الفي انشال بزيرو. هقدر اشيالها. هيبقى الفي سكوير ايه دي. يبقى السلوب هنا هو في سكوير عد دي. يبقى ده يديني ايه? السلوب هنا هو double acceleration. يبقى تاني اعزائي الطلاب لو انا لقيت graph ما بين distance time square يبقى السلوب هنا هو have acceleration. لكن لو انا لقيت graph ما بين. لقيت graph ما بين velocity square with displacement يبقى السلوب هنا double a. تاني graph ما بين displacement time square يبقى السلوب اللي انت هتحسيبه هو have acceleration. graph ما بين velocity square with displacement يبقى السلوب اللي انا هحسيبه هنا هو to acceleration. ودي بنقول عليها مساء graphs انك بتحاول تطلع من graphs. يلا نشوف مع بعد كده. مسألة بتاعتمد على graphs. نحاول نشوفها مع بعد كده وين وبتدي نحلها ويلا مع بعد نبدأ ونشوف ايه المسألة بتاعتنا. المسألة بتاعتنا برضو المسألة graph رسملي في المسألة دي graph ما بين ايه? ما بين displacement و time square. او دي graph ما بين displacement و time square. والgraph رسمولي بالشكل ده. ومحدد لي نقطة عليه. ازاي? يعني مسلا قال ليه? لو time square ب2 عندها distance كانت ب5. طيب لو time square كان لو time square عندي كان ب4 كان الdisplacement عندي 10. لغاية ما احنا شايفينه بقى في نقطة كتير بقى في النص. يعني بيقول لي لو هي كانت ب6 كانت ب15. ولو هي ب8 كانت ب20. ودي نقطة الواحدة لو هي ب8 او زي ما احنا شايفينه ارسم لي كده. يعني هوراسم لي مجموعة نقطة على time square ومجموعة نقطة على distance. وبيقول لي ايه? بيقول لي بيقول لي A body move by Uniform Acceleration. يعني violet العبري عن photograph يا جراف اللي قصلنا ده عبرا عن 8 بيوضح حركة جسم بيمشى ب أجد سرعة الجسم بعد مرور عشر ثواني سرعته بعد مرور عشر ثواني احسبها ازاي طب يلا نشوفها مع بعض كده اول حاجة انا بجري احسب السلوب السلوب ان انا اخد نقطتين من الواي على نقطتين من الاكس وليكن 15 و 10 و 4 و 6 في واحد تاني يمكن ياخد نقطة واحدة بالنسبة للأوريجن يعني يقول لي 15 و 0 و 6 و 0 هقول له ممتاز كده صح و كده صح بحنقول 15-10 لان الجسم بادي من الأوريجن خلي بالك على 6-4 يعني ده يديني كان 2.5 طب ده كده جبتلي السلوب اتاني حاجة هتعرف مين السلوب احنا اتفقنا لما السلوب يبقى الديستنس عالطايم سكوير واخد بالك الجسم بادي من الأوريجن يعني الـ ودي لازم نأكد عليها الجسم بادي من الأوريجن يعني الـ يبقى الديستنس عالطايم سكوير بيساوي يعني يعني بتساوي 2.5 انا اقول له اذا يبقى 5.5 انا قدرت استنتك كزا حاجة من الجراف ده اول حاجة جبت السلوب وقلنا السلوب في الحالة دي هو وهذه الأكسلوريشن اذا الأكسلوريشن عندي بكام بـ قدرت استنتك ان الـ يقول ليه هقولك عشان بادي من الأوريجن بدايته كانت الـ يعني هو بادي من الـ ما كانش بيتحرك المسافة كانت بايه بـ طيب ممتاز جدا كده انا معي الأكسلوريشن ب5 فهو عايز الفلوستي افتر 10 ساكن عايز الـ ومديني تايم يبقى لازم استخدم الفرست اكويشن يبقى لما اقول لي find the velocity of that object after 10 seconds from the beginning of the motion يبقى لازم استخدم الفرست اكويشن of motion v-final equal v-initial plus 2 plus at يبقى هقول v-final equal v-initial plus at v-final يبقى نقول 50 meter per second 50 meter per second 50 meter per second وكده حسبناها طب يلا نمسح ونشوف مسألة جراف تانية يلا كده عزائي الطلاب فهمنا مسألة جراف دي بتتعامل ازاي يلا نشوف بقى مسألة جراف تانية كده ونشوفها مع بعض الجراف التاني مسألة جميلة جدا بس ما بين الفلسطي والطايم بقى انا معي جراف تاني بس الجراف التاني ده ما بين الفلسطي والطايم وده قولنا اهم جراف موجود عندنا يبقى ده جراف موجود ما بين الفلسطي والاي والطايم ورسمهولي بالشكل اللي انت شايفه كده uniform relationship وده ما احنا شايفين هو بادي من عند يعني بادي من عند الزيرو ازا الفلسطي بزيرو وبيقول لي يا مستر لما الطايم كان بسكن الفلسطي كانت ب2 بعد مرور ثانيتين لا هو بيقول لي معلش بعد مرور ثانيتين هنا ده غلط هو بيقول لي ليش هنرسمها تاني بسرعة كده الجبن اللي موجود عندي اهو هنرسم الجراف هنرسمها تاني بسرعة معلش الجراف ما بين الفلسطي والطايم بيقول لي الجراف اللي عندك ما بين الفلسطي والطايم شكل الجراف عمل ازاي قولنا direct relation بالشكل ده طب ايه الجبن اللي مدهالي بيقول لي عند جايب لي كده هو بيقول لي عند ثانيتين بعد مرور ثانيتين الفلسطي بتاعت الجسم ده كانت كام كانت ثلاثة بعد مرور ثانية واحدة كانت الفلسطي بتاعت الجسم ده كام مش محدد لي بعد مرور بعد مرور اربع ثواني كانت الفلسطي بستة بيقول لي بعد مرور ثانيتين يعني هو ده الجبن اللي معايه مديني بعد مرور ثانيتين كانت بقد ايه بعد مرور اربع ثواني كانت بستة متر في السانية ومديني الفلسطي هنا بميتر بير ساكند ومديني التايم هنا بتاعت بالساكند هنا طبعا ده جراف خاص بفلسطي في جسم فبيقول لي فبيقول لي هنا الجسم بيتحرك بعيدك من الجراف فايند اوبجيكت فيلوسطي اعايز الابجيكت فيلوسطي افتر هندرد ميتر اعايز الابجيكت بلوسطي بعد مرور هندرد ميتر طب الجراف اللي قصدنا ده اسمي بلوسطي طايم قولنا الجراف سهل جدا ده يكاد يكون من اسهل الجرافات اللي عندنا طب ايه بقى الفكرة بتاعت الجراف ده دعال نشوفها مع بعض كده اول حاجة هنتكلم عنها دلوقتي انت مديني ان لما الطايم باتنين كانت السرعة بتلاتة طايم لما اربعة السرعة بستة فاول حاجة هروح اجيب الاسلوب ممكن واحد يجيب لي الاسلوب لهي يقولي ستة نقص ثلاتة عال اربعة نقص اتنين ممكن واحد تاني يكررنه اللي بالنسبة له فاقولي ستة نقص زيرو عال اربعة نقص زيرو هقول له ممتاز كدة صح وكدة صحي nach سواء استخدمت ده هقولت لي ستة نقص ثلاتة عالى اربعة نقص اتنين سواء كدة او كده حده نفس النتيجة اللي هو في الاخر هيديني واحد ونص طب مين الواحده نص ده الراف أهلك فيلوستي عاللتك الراف عباره مع الراف من الراف بلوستي و التائم لما يقبل الجبال فيلوستي الآخر يأتي بلمسلي الاخسلوم من المترجم فهي تكون المترجم فهي تكون المترجم يبقى الاكسلراشن هنا بتسوي كم ؟ 1.5 اول ما معايا at 1 و mint 10 اول ما معايا at 1.5 ومعايا الديستانس ب100 متر هو طلب the final عمان ويمتشينтоб فال 빠른 طب معايا confident بعد مرور 100 متر بعد مرور 100 متر سأستخدم مرور 100 متر 0 متر 1.5 متر 1.5 متر 1.5 متر 3 متر كما تقوم بفلوستي سأجبها كمرا كما تقوم بفلوستي ثم تصويتم ثم تصويتم هذا هو مسؤال الغابة حسنة وقتة مرة تبقى تصويتم نحن وقتة متى تبقى 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 مرة من 6 تبقى تبقى نحن الغابة عن السرد الكويشن حسب.' مديني ايه؟ مديني ان الدس بلايسمنت هنا بسيكس مديني نقطة كترة ازاي مثلا مديني ان الدس بلايسمنت هنا بسيكس مديني نقط كتيرة مديني نقط مدقي في النصف لما فلوستي سكوير كانت بسيرتي كانت ايه كانت عند السري وهكذا بقى مديني جيمز كتيرة بالشكل ده يبقى مديني جيمز وهنا كانت بزيرو لما كانت بسيكس وهنا كانت بسيكستي لما كانت بزيرو طبعا ده جراف ما بين الفلوستي سكوير والديس بلايسمين زي ما احنا شايفين ومديني بس شوية نقط عليه ناخد بالنا ان الجراف ده لو بصنا فيه وركزنا هنلاحظ ان الجسم بيتحرك بيونيفورم ديكسيلريشن يعني انت لو ركزت هتلاحظ ان ايه الجراف ده الجسم كان بيتحرك فيه بيونيفورم ديكسيلريشن بيقول لي هنجد ايه عايز حاجتين من الجراف ده فايند الاكسيلريشن فاليو اتنين اور الوقت ام اسم الوقت اد Kub سأكتب السلوب سأخذ اي نقطتين 45 30 45 30 35 35 45 35 45 45 30 70 50 50 50 40 30 50 50 50 50 فبالتالي ده هيطلعلي في الاخر على نيجيتف 1.5 يبقى ده هيطلعلي نيجيتف 2 نيجيتف 2 وانا ما عرفش لونة لان انا مش عارف ده مين بفتراض ان احنا لسه مش عارفين ده مين يبقى انا قلت بختار نقطتين في ال Y اللي هي 45 وال30 يبقى 45-30 و 1.5-3 وهده نقطتين في ال X طب لما انا اقول للسلوب ما بين ال Velost Square وال Distance وانا معي ال V Initial بزيرو اخد بالك ال V Initial كانت ب60 ماليشا تكده السرعة اللي ابتديت بها ب60 وال V Final هي اللي معي بزيرو معه الجسم اهو اول سرعة ابتدي بها كان 60 واخر سرعة انتهى بها كانت بزيرو او هنا دي ال Velost Square ماليشا يعني ال V Initial بلود 60 وال V Final بزيرو او ال V Initial بزيرو بزيرو او ال V Initial بزيرو بزيرو يعني انا سرعة اللي ابتدي بها سكوير كانت 60 يعني ال V Initial بزيرو سرعة اللي انتهى بها بزيرو طب لما اقول لك Velosti سكوير على ال Distance يبقى اللي السلوب هنا التوئيل اللي هو لديه أيه يبقى اللي السلوب هو ال A يعني ال Negative 10 دي هي ال 2A يعني اقول ال 2A equal نيجاتيف ten اذا ال A equal negative five. يبقى انا عمل اطلع جيفنز اهو. ادي تاريك جيفن اطلعه. يبقى انا التلاتة جيفنز اللي معي لغاية دلوقتي ان انا الاجسليريشن ب negative five. meter per second square. والفي انيشال square equal 60. يعني الفي انيشال بروت 60 والفي final equal zero. انت عايز تحسب بيه بقى. عايز تحسب الاكسليريشن جبناها ب negative five. تاني حاجة عايز تحسب الطايم هقولك ما فيش مشكلة الطايم بيساوي v final minus v initial على الاكسليريشن. ده zero minus root 60. zero minus root 60. انا نقول minus zero minus root 60. الهي ب minus root 60. divide minus five. اللي هو يديني كام? هنلاقي الطايم هنا هيطلع ب one point five four second. او one point fifty five approximately او one point six. لو عملت لها بقى. ادارت كده من الجراف ده احسب السلوب اللي موجود عندنا والسلوب اللي موجود عندنا هو هنا two acceleration. يبقى انا فيه فرق ما بين graph distance على time square يبقى السلوب هافل ايه? او graph ما بين v square عديه بقى السلوب هو two acceleration. كده احنا قلناه طيب. برضو من المسائل اللي بتيجي جدا مهمة جدا اللي هو يقولي body moves according to relationship. يعني احنا النهاردة اتكلمنا عن نوعين من المسائل اللي بتيجي في ال equation of motion. النوع الاولاني اللي هو بيتكلم عن النوع الاولاني بتاع equation of motion اتكلمنا عن compound problem. المسألة المركبة يعني ايه مسألة مسألة مركبة? يعني دي مسألة بتتكون من اكتر من مسألة داخلين جوا بعض. جسم صراعاته زادت فسبتت فقلت لما اجي حلها بدرس كل حتة لوحدها. يعني الجزء الاولاني بحله الواحده. الجزء التاني بحله الواحده. الجزء التالي بحله الواحده. دي بنوع عليها مسألة compound. فكأنها مجموعة مسائل انت تحتطها لي جوا بعض وبتحللي كل حتة لوحدها. كلمنا عن مسائل graphs. وقلنا دي مسائل مهمة جدا جدا جدا. نتكلم على مسائل body moves according to relation. لو لتلك body moves. according to relation. الجسم بيتحرك تبكا لrelation معينة. have the final minus 6. find عايد من الواحدة دي تلات حاجات. initial velocity. velocity. اتنين الاكسيلريشن. تلاتة displacement. after 10 seconds. يطرى الاكوشن. لما قولي body move according to which relation. بحاول اوصل الاكوشن دي شبه مين. ازاي حسب الجيفن اللي فيها. الاكوشن دي فيها v final time. الاكوشن الوحيدة اللي فيها v final time هي first equation. يبقى دي شبه. first equation بس مش مترتبة. first equation فيها v final لوحدة. فلازم اخلي هنا v final لوحدة. فاول حاجة اوتي 6 بالplus. يعني 6 plus time equal have v final. تاني حاجة هضرب الاكوشن كلها في 2 عشان اطير الhave. يعني v final equal 12 plus 2t. كده والاكسلريشن هي 2. يبقى انا اقدر اعرف هي تابعة الاني اكوشن حسب اللي موجود جواها. طب ال v initial ب12 والاكسلريشن ب2 عايز displacement after 10 seconds. يبقى استخدم v initial t plus half a t power 2. يعني زائد مية اللي هي 220 متر. عزاء الطلاب بالنهاردة كده نكون خلصنا حلقة مراجعتنا. اتمنى يا رب ان انا اكون افدتكم وقولكم شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.